اشتركوا في القناة وباقي نجوم مصر وفازوا على المنتخب الجزائري 1-0 وتأهلوا الى اولمبياد لوس انجلوس وهناك كمان صعدوا ردوا التاني وكانوا مرشحين ان صعدوا لأحداث سياء شهدتها مباراة مصر وفرنسا وخرجنا امام المنتخب الفرنسي لكن اليوم منتخب مصر يعود فوزه بنفس النتيجة على منتخب بطسوانة بهدفين للشيء كالعادة الاهداف في الشوت التاني مع مطلع الشوت التاني يسجل عمر جمال الهدف الاول لمنتخب مصر ثم ينجح محمد صلاح في ادراك هدفه التاني للمنتخب الوطني وهدفه التاني كمان في نفس الفريق كان قد سجل في لقاء الذهاب وسجل ايضا في لقاء العودة هدف الاطمئنان تنتهي المباراة بعد ضياع كبشة اهداف بفوز مهم جدا لمنتخبنا الوطني على المنتخب البيتسواني اتنين سفر وتصبح النتيجة رصيد مصر ست نقاط نشوف رد فعل الشارع لمصر انا جميل المصرية تابعت هذا اللقاء تبعته بيتمام شديد جدا يمكن كان كل متخوف من الشوت الاول انتهى صفر صفر لكن الحمد لله نجح منتخبنا بالفوز يعني نهارده المنتخب نجح ان هو يفوز اتنين صفر على منتخب بتسواني مرة تانية في مباراة العودة اعتقد ان الشيء مهم قبل مباراة السنغال ومباراة تونس هو الحمد لله اللي احنا كسبنا النهارده بس احنا كسبنا بدعاء ملايين المصريين الكابتن شوه غريب عنده مشكلة فنية مش شايفين تكتيج في الملعب خالص مش عارفين هو فيه ايه بالزبط يطلع يقولنا عنده ايه وإحنا هنقف جنبه وانبقى معاه هو كان مع المنتخب الولومبي وكان المساعد بتاع الكابتن حسل شحاته كان المساعد بتاع الكابتن حسل شحاته انا مش شايف عنده حماس خالص يعني رأيك النهارده في ادي المنتخب المصر واعتقد ان الفوز كان نهارده مهم جدا اللي منه الحمد لله دلوقتي اللي منه هو الفوز بس دي خطوة إيجابية احنا عايزين حقق مجموع بقى يعني في النغاط عايزين حقق يعني مجموع نغاط عشان نقدر نسعد ما نخشش بقى في حسبة برمة بقى واحصل توالت والكلام نه والحمد لله على الفوز يعني الحمد لله رأيك النهارده هعتقد احنا احنا شوية في شوط الاول بعد التعادل صفرص هو الحمد لله هو الحمد لله اللي احنا كسبنا بس المهم ماكش استنغاله طول وصبنا يسائل فيه من شاء الله شايف النهارده المنتخب المصر هدايكم جايد في المباراة؟ شايف أدايا المنتخب المصر نهارده؟ والله النهارده المنتخب مش هداكم مش كويس احنا المفروض يعني المنتخب عندنا احصل من كده بكتير يعني احنا بنلعب من غير خط احنا كسبنا بمهارات فردية من اللعيبة اللي عندنا يعني مفيش عالم مفكر في نص الملعب يشغل الفرودة احنا يعني حتى التغييرات بتاعت الكاتب ان شاءه غريب مفيهاش طموح ان احنا نكسب ونجيب هداف احنا المفروض نزود النهارده يطلع فرود وينزل فرود رأيك النهارده في المنتخب المصر وفي الفوز النهارده كلمباراة تسعبت شوية في شوط الاول تعاودوا بصور السابق والله ده وضع طبيعي للحال اللي احنا فيها بقى انه ثلاث سنين طبيعي ينفيش كورة في مصر ولحتى المحترفين بتوعنا مش معترفين اقوية بلعبوش في عندية جامدة قوي بس انا شايف ده طبيعي شايف ان احنا لازم نزاكر الفرق اللي احنا نلاقي بعد كده السنغال وطونس لازم نزاكرهم كويس نقاط ضعف نقاط قوة نقاط ازاي لازم نشوف حلول النهارده كنا بنلعب من العمق منجحناش من الاطراف منجحناش بنلعب على الاطراف من اول مطش وبنلعب بفرود واحد فانا مش شايف بصراحة شكل المنتخب مصر بس طبيعي يعني اعتقد نهارده المنتخب المصري والفوز امام فريب تسوانا اتنين صف ادى نوع من العمل التاني للمنتخب نجح تاني الحمدلله رب العالمين يعني ان شاء الله ربنا وفقنا في ماتش تونس وماتش سنغال ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ودعا المصريين كلهم مع منتخبنا بازن الله ربنا وصل كاس الامام ربنا يا ساهل بس انا لقى سؤال بس لكابتال احمد شبير احنا شقنا قبل المباراة عملية التفتيش الدقيق تي شقنا عملية التفتيش الدقيق جدا وكل حاجة الشماريخ دي دخلت السياق هي دي السؤال اللي عايز اوجهه لكابتال لغ موجود ودير الداخلية النهار ازاي الشماريخ دي دخل بس بس سؤال اللي هي اما العشوائيات والحاجات دي احنا مش هنكلم كل مباراة اللي انا عارفين انها مباراة عشوائية واهدف عشوائية بس يعني اخير المتحب المصري شايفوا ان هو قادر يوصل كاس الامام افريقية ان شاء الله نوصل كاس الامام افريقية واكسب السنغال وانامي النتيجة في تونس واحنا منتخبنا قوه جامد والحمد لله وان شاء الله نوصل وبحييك كابتن شوبير وديوفو الكرام كابتن شوبير بلديات ابن طنطة وبحييه وبحيي ديوفو كابتن محمد امورة لو معاه حبيب امورة اعتقد كابتن شوبير فرحة الجميع المصرية النهاردة اتمنى ان شاء الله الفوز للمتخب المصري بمباراة السنغال ومباراة تونس ونوصل كاس الامام الافريقية وهصلكم مع فرحة الجميع المصرية فرحة الله يا طيبين المصريين وجمال والناس زي الفل بحيي الصديق العزيزة والمشاهد العزيزة اللي حيانا وتحياتي بيك وتحياتي لكل المشاهدين لوفوا بصوا على التلفزيون هتلاقونا معاكم على التلفزيون وبحيي الصديق العزيز احمد الخضر اللي انضمنا نورت يا بحمد نورك يا تحبارك ايه الحمد لله كله ترام بستنا معاكم مع كابتل الربيع طبع نور الدنيا نور الدنيا والله يخليك هبي خلينا اقولكو النتائج حتى الان كاميرو انفازت على اسراليون اتنين صفر توجو كسبة اوغاندا واحد صفر انجولا كسبة لسوتو اربعة صفر ناجيريا كسبة سودان تلاتة واحد غانا كسبة غينيا تلاتة واحد زنبيا كسبة الناجر تلاتة واحد سحر العج مغلوبة لحد اللحظات الاخيرة من اللقاء والوقت بدلت بايع في ملعابها من الكنغو اربعة ثلاثة مصر على بتسوانا اتنين صفر كاب فيردي والشوت التاني شغال المباراة بتنتقي كسبة نعم وزنبيق واحد صفر كودفور خسرت خلاص على ملعابها من الكنغو اربعة ثلاثة بوركينا فاسو معناهات الشوت الاول متخدمة على الجابون واحد صفر مالي معناهات الشوت الاول خسرانة عمالعابها من اثيوبيا اتنين واحد جنوب افريقيا من الهات الشوت الاول متعادلة مع الكنغو بدون اهداف يتبقى مبارتين تونس والسنغال والجزائر وملاو دول مبارتين وبالتقربتين كاب تربيع زي ما انت توقعت ان الفوز سهل المنتخبنا الوطني رغم اضاعة العديد من الاهداف لكنه في النهاية حصدت ما هو المطلوب من اللقاء هدفين وتلات نقاط اصبح رصدنا ست ده مهم جدا مبروك طبعا لمصر على الفوز سمين دا والغالي مع ان كان فيه فارق كبيرة جدا اللي فارق كبير جدا انا عندي النهاردة في خليلها 45 دقيقة عندي 15 محاولة من الفريق المصري على 6 محاولات مش خطرين ولا فيهم محاولة خطيرة جدا من فريق البتسواني احنا الافضل في الاستحواز في السيطرة في الجانب الهجومي الجانب الدفاعي كله كان كويس في الرصة لكن المحاولات كلها كابتن كانت من العمق من الزحمة الفريق البتسواني كان بيدفع بأكثر من 9 لعيبها. بيلعب 4-2-3 وحد في حالة المدافع الدفاع. 4-4-2. 4-4-1-1. بيرجعوا كلهم في نص الملعب. كل اللي عمينا يا كابتن شبير كان في الشوت الأول. في التلت الأولاني بتاعنا. تلت الخط الضار. التلت الوسطاني. انهاء الهجمة. ما كانش فيه تمركز. ما كانش فيه تبادل مراكز. ما كانش فيه هروب. ما كانش فيه مساعدة. ما كانش فيه مساندة. ده بالنسبة لضعفنا. باستثناء. كورتين في الآخر يا كابتن في الآخر. خمس دقايق. انفراد محمد صلاح. وده تحاول من دفاع الهجوم. كورة مرتدة النموزجية كان ممكن تبقى الهدف الأول. وكورة برضو تانية بساعد سامير بالدماغ من فوق العرضة. دول الهجمتين اللي هما وصلنا يعني على فترات كبيرة جدا. عن طريق السلائية. عن طريق التزديدات. لكن كلها كابتن ما كانتش خطيرة. اللي بكله كان محاصر فيه وسط الملعب وخلاص. لكن انهاء الهجم. احنا كان يا كابتن عندنا ميزة في الأداء المصري. هي اللي جناب. نعم. اللي جناب النهاردة ما كانش م اختر منها ما تفتح النهاردة في رسولك. نعم. لكن يا كابتن الزيادة العددية. اللي كانت داك. وبعدين الحلولة الفردية. نعم. اللي كانت نهاردة بتميز اللاعب المصري والمنتخب المصري. كانت نهاردة كابتن ضعيفة جدا. نعم. عشان كده يمكن. احنا ما وصلناش بفوز. في وقاءة اهداف خلال خمسة واربعين دقيقة. ترجمنا ده طبعا للشوت التاني. واعتقد ان الفرة ما كانتش تقلق. احنا الاحسن احنا اللي افضل افضل لكن الخطورة كانت بعيدة شوية والاهداف اللي كانت بعيدة الشوت الاول. ابو حمد يعني يظل اللي بيسجلوا اهداف هم هم. عمر جمال اه فرس الرهان اللي موجود لكلنا بران عليه السؤال للمنتخب او الاهل. محمد صلاح. مهما تحدثنا عن انه بيضيع اهداف كتير انه بيميل الى الفردية. لكنه مازال برضو هو لاعب هداف ولاعب مهمة في منتخبنا الوطني. لكن لفت للنظر انه برضو الاهداف في الشوت التاني. تمام. دي اوقت كتير جدا وفي النهاية بنبقى خايفين المباراة تضيع مننا وبنلحق اه سنة في اه الشوت التاني. ليه بيتأخر الفوز وهل من الممكن زي ما قال الكبتر ربيعه ان احنا ممكن نشوف حد من الليمين حد من الشمال حد من الدفنسي بيجيب جون يعني الدنيا تتغير شقة. هو انا اللي اقول لكابتن انا برضو مش هكلم. نعم. على الضغط والاستحواز والان توجودنا في منطقة الجزاء كان قريم جدا. اهم. مش هكلم فيه سلباك كتيرا في الشوت الاولين. اهم. بس انا عايز اقوله يعني مش هتقول فانات قوي زي كبتر ربيعه بس انا عايز اقوله انا برضو كانت مش ح يعني انا مش حاسس انا اه هو نازلت مصر ان يجيل دوت اه ضعي الأضعف كان اللعيبة. ام. يعني انا مش حاسس اني انا عنديش اه ما عنديش بركات. ام. معنديش انا دم謝謝. ل하고. انا حاسس ان فرقة. ممكن ممكن فقطعك. اتفضل اه. مانديش الدب و المعندش الخطيب و المعنديش ربع ياسين. ومعنديش مصطفى الرياض و عرضي هذه سنة الحياة. اكيد. المانيا بجلت قادرها النجومها العظام الارجنتين بجلت قادرها نجومها العظام البرازيل بجلت قادرها. انا خاف من ايه ابو حميد انا عارف انا بس انا ليه بخاف من ايه ان دي النغمة اللي مشت في النادر اهل فالنادر اهل يغسر لك اصل بركات بطل ومعاوض بطل والجمعة بطل وابنطريكا بطل ومش عارف ايه ونوطم على خدودنا منتخب اصل الخطيب بطل واصل مصطبريات بطل ولازم حيبطله ولازم حيجي جيل ولازم حنددله الثقة زي عمر جمال ومحمد صلاحنا وكان جيل جديد وابنين اللي مرر له التمريج الجميلة دي مول برضه كان جيل جديد لا انا نكملتش كلام من كده انا نكملت من الزمالك كان فيه فترة كان فيه جمال عبد الحميد نعم كان لعبة الزمالك كله كابتال الربيع على جمال عبد الحميد هو عنده حلم الحلول نعم بيجيب لك جمه في اي وقت جمال عبد الحميد يعتزل طريقة اللعبة اتغيرت نعم ده اللي انا عايز اقوله ان انت من الشرط انت ما عندكش الموهبة ما عندكش الامكانيات دي غيى طريقة لهابك طوع طريقة لهابك على الاماشة اللي عندك بغض النظر الاماشة دي احلى الاماشة دي اوحاش مفيش مهارات ممكن يكون القوة اكتر السرعة اكتر لكن انا اللي شايف النهاردة في الشيطة الاولانية السرعة اقل مفيش مفيش ضغط مفيش الاخر خمس دقائق مفيش حلول لكن انت مع الوضعف الاعتبار ان المنافس كل ما تفين ضحيف وضعيف وانت عازس ان اي حد يلعبه طب انا قبل ملعب ده كده انا بتعامل مع كل مباراة اشوف انا عايز منها ايه نعم حلان انا عايز انا بتصوانة دي بتلعبني في القاهرة وحصلت المجموعة وما فيش شك انها تتغلب من تونس والتغلب من السنغال نعم حد يشكر في كلام ده؟ الله ما هو انت عارفين كلها يعني يا واغة يواصره يا رب يا رب لكن انا عايز اقول ايه طب انا بس انا انا اترضي للوحيد عالتشكيل انت ليه هي ليه السنة هو ليه نفس التشكيل طب اكتع صغار مين لا يعني ليه العب التلاتة اللي هو داعا ليه العب اكتع صغار مين اه ؟ اه ابراهين صلاح مسلا اه اه احبت اشيل مين ابران صلاح ولا الصلاح اولا النيني? اه اشيل لي الصلاح اشيل نيني. هو هو اغير الصلاح بدري. اه? يعني انا اللي هي الفرقة زي ابو تسوانة مش اللي هي ان انت اللي عتقفل وتعمل طب انت هتلعب بس الغالب ايه? انت تلعب دي انت ليه؟ ليه انت تلعب بعمر جمال. يا لك انت عايز زود النغم. طبعا تشويه. اه طبعا. بادفع بايما بايما حفني او اه مسلا حمودي. حمودي في قصة الملعب وردي. من اول اه من اول. كابتن الهدف بتاع مصر جيف توقيت مناسب جدا جدا. مع اللي اعتبار ان الفرقة ضعيفة. العملية لو زادت عن كده شوية هتبقى تبقى تقلق وتبقى تخاف والجهاز الفن هي خاف واللي هي بقى تخاف. فالتوقيت جيه ولا اجمع. بالزبط. بالزبط ده جيف توقيت يعني مناسب جدا جدا جدا. ان خلاص ان العملية ما بتخافش اعطي ربانك او كلام ده. اه. فاحنا ليه من صعب الماتش على نفسينا. ليه من حس ان. يعني هو في شو توقيت نظرك انه كان شوء غريب لابد ان يكون عنده مغامرة هجومية اكبر لانه الفريق مدافع. الفريق مدافع او الفريق مطلوبة. ده هي ثقة مش مغامرة. لكنه مع السنغال ماشي. اه. اه. وارد طبعا مع تونس هناك ومع السنغال هنا برضو مقنع. اه. لكن انت بتلعب مع فرقة زي دي انت عايز ايه من الماتش. اه. لا ده انا عايزة 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 ارجع الثقة اكتر اللي هي بدأت من المباراة اللي هناك. نعم. بتزود ثقة بنفسي. نعم. بز بشكل هجومي بحت. اه. انا انت الفرقة دي هتهجمك ازاي. ده انت بالعكس انت اللي انت عملته انت اديتها الفرصة من اه اه في وقت من الاوات بتصوانك بتهجبنا. اما لقيت ان مفيش ضعف. فيه فيه هدوء. فيه يعني او خبالك مفيش حرص من اللعب انا فيش تصويب. طب انت عايزة عايزة ايه انت اديت الفرصة بتصوانك كانت ممكن تجيب جون. نعم. بس الملاحظتي بس العمر جاء اللي خدت انه هو يعني اللعيب ده انا باعتبر انه هو واجب مصر في الع قوي. هو المفروض انه هو محتى كابتن. اه اه اه. يعني هو محتى كابتن مش انه هو يحتفظ. طول منطقته بقدر يسجل. اه اه. بالضبط اللي بيسجل مع المنتخب بيسجل. اه اه. لكن اللي احتفاظ بالكرة ده ده هيكلفه كتير. محمد صلاح نفس الوضع. محمد ممكن وارب انه بيجي 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 وبيجي ويعمل لكن عمر جانت تعديدا انه هو محتى انه هو المفروض يبقى اسرع من كده. طيب خليني بعد شوية افتح لحضرتكو تليفونات بس مش دلوقتي لكن اقولكو ماذا حدث في الدقيقة تلاتة وستين الى الدقيقة ستة وستين في استاد القاهرة. والصديق العزيز المشاهد اللي سألني الناس دي دخلت بالشمريخ ازاي? قبل المباراة كان فيه كنترول ممتاز وزير الداخلية الراجل راح امن رئيس الوزارة كان موجود وزير الشباب والرياضة موجود وزير التخطيط ووزير النقل والمواصلات. كل دول كانوا موجودين في المدرجات والدنيا بدأت تفتح معنا. هم طبعا كل امالهم في الحياة حاجتين انه يبوز اي حاجة على مصر طبعا لازم مصر تخسر ومصر تبقى في الارض ده اساس اساس شغلهم زي المزاهرات اللي حضرتكم بتشوفوها فدمرة واحد ده امله يعني. فالشمريخ يرميها على الامن منها يرميها على الملعب ينزولوا يقتحهم الملعب لو اه اه يقدر. قدي الدخانة اللي ورا. حقيقة الامن كان تحركه رائع يعني الامن كان تحرك بعقله وما مسكه الولد اللي رمع الشمروخ ودلوقتي هو بيتحقق مع الحانة برضو يعني بتحفز على السيد مخرج المباراة لانه لما بنشوف في الدول الع عربية او اي حتة لما بيجي كده تلاقي الكاميرا بايها في حتة تانية ما علينا. اه نمرة اتنين هم اه كل همهم انه اللقطة. عشان تروح تتزاع او تتحطى على المواقع تبقى اللقطة بالشكل ده. لكن ماذا حدث من الجمهور في المدرجات. اللي حصل قالولهم بره 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 بره. وده جديد جميل. الالاف المؤلفة اللي موجودة على العشرين تلاتين مش هيجوا عشرين تلاتين يعني. اللي دخلوا دول. نمرة واحد. نمرة اتنين قالولهم الجيش والشعب والشرطة ايد واحد وده برضو جديد. وده مقدمة للي هيحصل فيهم بإذن الله. المرة الجاية بقى احنا حنطلب من الجماهير انها تعجنهم في المدرجات. اهو بوضوح. المرة رفاتت قال لك انت زي تقول يمروا على اجسادهم نشوف ماجد ونرجع تاني. يا وكاس العالم. اه بتمنى ان شاء الله المبارتين الجايين اه ماتش السنغال الاول بعدين ماتش تونس في تونس. يكون اه فيهم الفوز هو اللي يحصل لمصر بإذن الله. بشرط اه تونس والسنغال ما يفضلوش يتعادلوا كل الماتشات. تعليق على ما حدث من الالترس. وما دخلوا قصر البوابة وحطفوا هدوكات بزيئة. والله انا مليش تعليق عليهم ودي حاجة ما متخصنيش. انا جئت عدل تفرجت مع الناس اللي قاعدين بهدوء واحترام. اه الناس اللي جاءت شجع فعلا منتخب مصر. والمباراة ماشت كويس والبنيا ماشت كويس. والامن الحمدلله اقيم بالواجب مع كل الناس كله تمام. اهتمام رئيس الوزراء وعدد من الوزراء بمساندة منتخب مصر يعيد الازهام مجددا ان الدولة مصرية تساند المنتخب الوطن المصري في مشواره على الافريقيا. اكيد اشارة واضحة جدا وصريحة بان كل المسؤولين في الدولة بيدعموا الرياضة وبيدعموا الفي القومي. وخطوة كبيرة ان شاء الله اللي حصل الفوز النهاردة وعبال المباراة الجاية ان شاء الله. اقول الاهلي لنهاء الكنفدرالية والمباراة القادمة. وهل من الممكن يتم يعني سمحي الجماهير بالحضور بعد ما حدث من الالترة النهاردة ولا ايه؟ كلمنا في هذا الشأن. اتمنى الجمهور الامني يعني يسمح له بالحضور ان احنا شفنا الجمهور الملتزم اللي جاي بيشجع فعلا يعني بشجع الفري المصري من قلبه بشجع بحماس زي ما كنا قبل كده. اللي هو عامل كبير جدا 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 في الفوز النهاردة وفوز المنتخب الوطني كتير من المباراة في اوقات كتيرة جدا في مصر كلها. بتمنى ان شاء الله يعني الجماهير تبقى موجودة في المباراة اللي جاية وفي ماتش الاهلي وقال له ماتشها في اللي جاية. لنظرتك المنتخب في المباراتين بوتسوانا العدلي عن مباراتين السنغال وتروس اللي خسرهم المنتخب. والله يعني الفترة اللي ابتدينا فيها اللعب في المباراة ما كانش فيه دوري لسه اشتغل ما كانش لها لسه فيه العيبة ما كانوش لسه دخلوا في في الاحساس بتاع المباريات والموت بتاع المباريات ومن ده ما جوش قوي لسه مع بعض. لكن لما ابتدى الدوري وابتدى يبقى فيه لعب مباشر مش مش بس تدريبات. ابتدى المستوى ارتفع شوية شوية. وانا كنت اتبنى الماتشين بتوع بتسوانا هما اللي ابتدوا بيهم مش ماتش تونس والسنغال. كان حتبقى. انت توقع تأهل المنتخب المصري في النهاية. يعني احسن اكتر من كده. انت توقع تأهل المنتخب المصري في النهاية لقومة وافريقيا القادمة. بإذن الله بشرط واحد. يعني او حول شرطين ان احنا نفوس في الماتشين اللي جايين. ومصر وتونس والسنغال مايفضلوش يتعادله زي ما حصل الاسبوع لفاكس. ان شاء الله.